ثم اسمع ما قال يسوع المسيح الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير طبعا كان بيتكلم عن نفسه في إنجيل يحن أصحاح 12 والآية 24 ثم أحباء يسوع مش بس الكلمات اللي قالها أو التصريحات ولكن حتى المسيح تنبأ عدة مرات مرات عديدة للتلاميذ أنه سيموت في أورشاليم وابتدأ هذه النبوات في قيصرية فليبوس بعدما مدح بطرس وطوبه عندما أعلن أن المسيح هو ابن الله ولكن ابتدأ المسيح أن يتكلم عن الغرض من مجيئه الغرض من دعوته أن ابن الإنسان سيذهب إلى أورشاليم وهناك سيصلب ويموت وفي اليوم التالت يقوم فالمسيح لم يكن مسلوب الإرادة بل أعلن عن صلب أحبائي في بشارة متى إصحاح 16 تأمل معي هذه الكلمات مكتوب وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشاليم لوقا إصحاح 9 والآية 51 يعني عندما صار التوقيت الإلهي ثبت وجهه حقيقة أنه عدة مرات حاولوا أن يلقوا القبض على يسوع المسيح ولم يقدروا لأن ساعته لم تأتي بعد وعندما سمعت تهديد من من هيرودوس أنتيباس اللي قطع رأس يحنى المعمدان قال قولوا لهذا الثعلب ووضح أنه المسيح لم تكن ساعته وأنه أي شخص أي نبي ينبغي أن يموت في أورشاليم فإذا كان المسيح واضح لما صارت الساعة ثبت ركز وجه شخص خلاص يعني لا توجد أي قوة في العالم ترجع يسوع عزيمته كان منطلقا نحو أورشاليم ثم يكمل الكتاب قائلا أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت اسمع الكلام لينتقل من هذا العالم إلى الآب إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى ثم يكمل قائلا يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه لاحظ الكلام من عند الله خرج وإلى الله يمضي في يحنى 13 ويحنى 16 خليني أقرأ آيات مهمة جدا أحبائي في هذا الصدد يحنى إصحاح 12 آية خليني أبتدي من آية 27 الآن نفسي قد اضطربت وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة أيها الآب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا في آية 31 من نفس الإصحاح الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا بيتكلم عن هزيمة الشيطان على الصليب ثم يقول في آية 32 وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت فالسؤال هل هذه الآيات تعبر عن شخص ضعيف أم شخص شجاع رايح لأورشاليم حتى يواجه الموت حتى قيافة اللي تنبأ عن يسوع قال خير أنه يموت إنسان واحد عن الشعب ثم أحباء خليني يعني بصراحة تفاصيل المحاكمة تفاصيل المحاكمة يعني كلها المسيح حكم عليه بتهمة التجديف ليس لأي صلاح أو عمل حسن لأنه قال أنه ابن الله أي أنه الله فإذن التهم كانت التجديف وهو الذي قال ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة لاحظوا هذه الساعة كانت في التوقيت المعين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر